السلام عليكم و سلام عليكم و سلام عليكم و سلام عليكم و سلام عليكم في سيسياس مطبخ امني و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة و وصفتنا اليوم سهل جديد جدا وسريع تحضر بدون فرد و بدون جيلاتين و ايضا بدون قالب كما تشاهدوا شكلها رائع جميل و ايضا تجيل دي ده بمدق شوكولة القهوة فاخليكم معي شوفوا مقادر طريقة تحضر و فرجة ممتعة 100 غرام كريمة سائلة 200 غرام شوكولة اسود 100 غرام كريمة سائلة 100 غرام كريمة سائلة 100 غرام كريمة سائلة نحضر كريمة سائلة وضعها على النار حتى تصل إلى درجة الغلايا ثم مباشرة نضيف لها نكهة نضيف لها البط القهوة إذا استعملتوا نكهة تضيفها تقريب من 1 درس مع القهوة أو نصف مع القهوة صغيرة لا تفروع للبط أو نكهة فممكن تضيف قهوة سريعة دوبا فكتضيفه مع القهوة صغيرة وكتضيف الشوكولة تخليه 1-3-4 دقيق يأخذ الحرارة لكريمة وكتخلطه مزيان حتى يدوب وكتخليه جانبا يبرد نأخذ الكريمة السائلة التي نحتاجها بها في تلاجة ونطلعها شانطية نعود إلى جاناش بعد أن يبرد نضربه بالخلط الكهربائي كما ترون ثم نضيفه على الشانطية ونضربه تخلطه مع بعض نحتاج هذه البسكوة كما ترون على هذا الشكل يعني يكون بسكوة عادية حني ونضربه ونطلعه ونحتاج حليب نضربه ونضربه 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 ثم نضهن البصدر ثم نضغط قطعة البيسكويت الثانية نضغط قطعة الاقرام لكي تصفى في الطابق نضغط قطعة البيسكويت نضغط قطعة بكريم ونضغط قطعة الأخرى نلتضي الرولو في البيسكويت بالضغط لا نغطية الرولو في مدة طويلة و نخرجه حساب الطويل نخذ البيسكويت في الحليب و نضع البيسكويت و نضع شكويتو القطعة نضيف أخر من نصف الطريقة نضع 3 القطع الكريم بنفس الطريقة نضع 3 أو 4 القطع نضع القطع في الجهة الأولى من نسبة للجهة الثانية إذا لا تريد أن يبقوا وقفين فممكن أن تضعوا قطع البسكويت تضعوا فيها الكريم و تضعها من تحت البسكويت لا تبقى بينها و هي التي تضع القطع البسكويت لكي يبقوا قطعهم مهزوزين على الطبق و نغطي البسكويت بالكريم كامل و نحصل عليه بهذا الشكل فهنا نأخذ بابي و نمسح به الطبق لأنه هذا القطع و توجد الطبق لا يمكننا نهزه فنحاول أن نمسح جوانب القطع مزيان تأخذ هذه الأداة خاصة بالحلويات فهنا تبع في المحلات التي يبيعون مستزامة الحلويات و تشكلوا خطوط على لقاتكم أو لفوق الكريم لما تصفرت علىها فممكن تستعملوا شوكا أو لفوق شد و تشكلوا خطوط بهذا الشكل و تشكلهم من جهات كاملة بالنسبة لهذا الدوائر كما تشاهدون فنشكلهم على هذا الشكل يعني بحل أن نشكلهم دائرة كنظروا هذا الدوائر أو الشوكا إذا استعملنا الشوكا لذلك لذلك الخطوط يأتي دائريين ثم نغطيها أو لأن نرش عليها الكاكاو يعني في الجهات كاملة نرش على الجوانب بالطبق سكر ناج إذا كنت تستعملوا سكر لذلك يعطينا الشكل تلش خصوصا إذا استعملت السكر ناج فكذلك يعطيه نرش أيضا شوية خفيفة هنا الشيط حبيبة للشوكولة فتزين كي يبقى اختياري كما تزين أيضا ممكن تشكلوا كوبة شوكولة أبعد من فوق الزوين يبقى لذلك اللخ لغاتو دينا فأنا كما تشوفوا هنا هندرس شوكولة أبيض هندرته في المول لكي يعطني هات الشكل دوائر ثم نسوح بودريوم فأنا أخلت بين البودرة النحاسية والبودرة البرونزية وغادي نسوح بودريوم وكان زين بيوم كما تلكم يعني في الاخر لغاتو دينا فهنا وضعتهم كما تشوفوا بهات الشكل يعني جهة البودرة ولكن من بعد أحيطهم ودرتهم يعني على الجهة البيضة وهذا الجهة اللي أنا بس بودريها فقط نحطهم في الطبق نزين بهم فالزين يبقى اختياري وباللي متوفر عندكم ايضا باللي بغيتو ايضا نزين بدي ميرنج اللي أنا محضراتهم فهذا جاء كنت قلت لكم مرة نزليكم الوصفة إن شاء الله الوصفة رمصورة وكل شيء نزل لكم هذا الجهة إن شاء الله لأسبوع المقبل نحاول أني نزل لكم هذه الوصفة ونقدموا لغيتو كريم يتنفخ ويرطب لأنه جينواز لا نعرف أنه بسكويت ونرى هذا الشكل من الداخل هذا الشكل من الداخل كما ترون يأتي على طبقات بين البيسكويت والكريم نتمنى تعجبكم نصفة جربة لأنه سهلة سريعة تحضر والتيدة وشكلها جميل لا تنسوا لا تنسوا لايك اشتركوا في قناة ومزيد الموصفات زروا الموقع الوصفة 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 ومرحبا بكم دائما وصحة الراحة